أم حبيبة من السعودية حامل في شهرين وألام في المعدة وبتقول عايزة أسلوب تغذية عشان ما تخانش بنقولك يا أم حبيب أولا عشان ألام المعدة هتحاولي تكلي كل أربع خمس ساعات واجبة صغيرة جدا عليك بالمسلوق أفضل شيء مسلوق الكوسة بالنسبالك اللي عيش التوست مع الجبنة الأريش مهم جدا عشان تمنع الحموضة بس تكلي شريحة يعني كل ساعتين ثلاثة الاهتمام بالخضرات والفواكه والألبان والأسماك البعد عن الصواني والدسم والمحمرات عشان واسدك ما يزيتش ولكن بقولك بلاش الوجبة الكبيرة الدسمة أسمي أكلك لخمس مرات في اليوم خمس واجبات صغيرة اهتمي بشربة الخضار شربة الحبوب اهتمي بالعصاير الطبيعية عديمة السكر اهتمي بالماء بالعسل منقوع التين منقوع الطمر ولو دخلت على الموقع عندي هتلاقي حلقات قديمة شوية برضو مع قناتنا الحبيبة الرحمة كنا عاملين فيها أنظمة غزائية للشهور التلاتة الأولى الشهور الوسطى الشهور الأخير يارد تراجعيها ولو في أسئلة فيها دوموا معنا على الاتصال وإن شاء الله نكون دائما خلال الأسبوع ربنا يكتب لنا ويكتب لكم يعني يكتب لنا الحياة الأسبوع دا ويبلغنا رمضان إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر